بشكل ملزم الضرائب تعلن اعتماد الدفع الإلكتروني في تزديد الأموال مطلع العام المقبل التعليم تعلن موعد التقديم إلى الدراسة المسائية لخريجي الدور الثالث السوداني الحكومة والقوات الأمنية جادة بمتابعة منفذي أي اعتداء على البعثات التربية لا دروسة إلكترونية خلال عطلة انتخابات مجالس المحافظات ما علاقة الحكومة العراقية الكنائس المسيحية تلغي الاحتفالات برأس السنة الجديدة الرشيد يعلن تفعيل الدفع الإلكتروني في محطات الوقود السوداني شعار حكومتنا لا مشروع يحال إلا وينجاز حياكم الله متابعين الكرام قبل البدء بالتفاصيل ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ولأعجاب بهذا الفيديو ومتابعة قناتنا على التليجرام الرابط تجدونه مثبت في أول تعليق وإليكم التفاصيل أعلنت الهيئة العامة للضرائب اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل ملزم في تزديد الضرائب اعتبارا من 1-1-2024 وقال رئيس الهيئة علي وعد علاوي إن هيئة الضرائب تسعى لإتمام تطبيق نظام الأتمة وبدعم كبير من رئيس الوزراء ووزيرة المالية لتطوير العمل والتحويله من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الضريبي الشامل وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إنجاز خطوات إلكترونية بدأت بتعميم الدفع الإلكتروني وهو الآن مطبق في جميع فروع الهيئة في بغداد وطبق بنسبة 50% في محافظات الوسط والجنوب وعدد من المحافظات الشمالية وأتابع أن هيئة الضرائب تعمل على تطبيق الدفع الإلكتروني بجميع فروعها ببغداد والمحافظات خلال الفترة المقبلة وهذه هي الخطوة الأولى لافتا إلى أن الخطوة الثانية ستكون اعتماد التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائب وأشار إلى أن العراق كان البلد الوحيد الذي لا يطبق نظام التقدير الذاتي ولغاية ما قبل شهرين إذ تم تطبيقه في هيئة الضرائب عبر نظام إلكتروني شامل وأكد أنه اعتبارا من 1-1-2024 سيتم إلزام المكلفين ودافع الضرائب بتزديد ما بذمتهم عن طريق نظام الدفع الإلكتروني وهذا العمل سيقلل التدخل البشرية ونسب الابتزاز والفساد ويسرع إنجاز المعاملات وفي خبر آخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمية بدأ التقديم إلى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية اعتبارا من اليوم الثلاثاء لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالثة وذكر بيان للوزارة أن التقديم يستمر إلى الدراسة المسائية من خلال الكليات والمعاهد نفسها لمدة خمسة أيام عمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء وفقا لضوابط وشروط التقديم الواردة في الفصل الثالث من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2023-2024 ودعت الوزارة الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط وشروط التقديم والتخصصات المتوفرة في الجامعات الحكومية وأجورها الدراسية الرابط تجدونه مثبت في أول تعليق وفي خبر آخر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن الحكومة والقوات الأمنية جادة بمتابعة منفذ أي اعتداء على البعثات وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيانة التزام العراق بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق كما تقتضي الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية مجددا رفض أي انتهاك للسيادة وأي مساس أو إساءة بسمعة البلاد مشددا على أن الحكومة والقوات الأمنية جادة بمتابعة منفذ أي اعتداء على البعثات وأماكن عمل المستشارين وأنها ستتعامل معهما وثق القوانين وما تقتضيه مصلحة العراق وأمنه وفي خبر آخر أكدت وزارة التربية عدم وجود دروس إلكترونية خلال عطلة انتخابات مجالس المحافظات ويوم أمس قررت وزارة التربية تعطيل الدوام في المدارس كافة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة إسبوع واحد فقط على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء الموافقة العشرون من هذا الشهر وذلك استعدادا لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وأكدت أن تعطيل الدوام يشمل كافة المدارس الحكومية والأهلية داعية المدارس للالتزام بالتوجيه مشددة على أن المخالف سيتعرض لأشد العقوبات وفي خبر آخر أعلنت مجموعة من الكنائس المسيحية في العراق إلغاء الاحتفالات برأس السنة الجديدة والميلاد المقدس لهذا العام مشيرين إلى قلقهم من أن تكون السلطات العراقية لا تأخذ حاجتهم للأمان بجدية وقالت منظمة أوبندور المسيحية أن قادة الكنائس وبدعوة من البطريريك الكاردينال لويس ساكو اجتمعوا في دير عن كاوا في أربيلة وقرروا إلغاء الاحتفالات لهذا العام احتراما لضحايا حريق قاعة الأعراسة في قرقوشة والضحايا في غزة وأكدت المنظمة أيضا أن المجتمعين عبروا عن قلقهما مما وصفوه بتجاهل الحكومة العراقية لحاجة المسيحيين إلى الأمان في العراق مؤكدين أن الحكومة لم تتخذ إجراءات جدية للحفاظ على حقوق المسيحيين في إشارة إلى سحب رئيس الجمهورية للمرسوم الجمهوري للكاردينال ساكو بصفته بطريرك الكلدان في العراق والعالم وفي خبر آخر أعلن مصرف الرشيدة تفعيل الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة نخيلة في محطات الوقود ومراكز التسوق وذكر المصرف في بيانة أنه تم توفر إمكانية استخدام بطاقة نخيلة لدفع أجور الوقود في جميع المحطات بالإضافة إلى إمكانية التسوق وضف أن تلك الخدمة متوفرة وبالإمكان استخدامها من قبل الموظفين والمتقاعدين حامل بطاقة نخيلة مشيرا إلى أن تلك الخطوة جاءت مكملة لما بدأ به المصرف من إجراءات تفعيل الدفع الإلكترونية والتي يوجه بها رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر